مرحبا مساء الخير لكم جميعا في عنا خبر مهم جدا يتعلق باجتماع المستشار الاتحادي أولاف شولس مع زعيم المعارضة زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في غيدريش ميرس اجتمعوا اليوم بالمستشارية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم استقبل المستشار شولس زعيم المعارضة ميرس وتناولوا طعام الإفطار سويا واجتمعوا لمدة 70 دقيقة تقريبا لإجراء محادثات فزعيم المعارضة غيدريش ميرس طلع من المستشارية حوالي الساعة العاشرة والربع طيب شو دار بيناتوا الحديث على شو اتفقوا؟ يعني هدول حاليا هنن أهم شخصيتين بألمانيا أهم شخصيتين في السياسة الألمانية لأنه هنن يلي بيمتلكوا الأغلبية في البرلمان فزعيم المعارضة غيدريش ميرس عرضوا التعاون على المستشار الاتحادي وطلب منه بأنه يتخذوا القرارات سويا ويطالعوا يعني قوانين مع بعضهم بدون التعاون مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر فعبيلو بني أعضاء حزبك وأعضاء حزبي فنحن مع بعضنا من شكل الأغلبية بالبرلمان وقادرين على تمرير قوانين جديدة فبالتالي عرضوا التعاون على المستشار لحتى يطالعوا قوانين جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية بألمانيا طيب شو هي هاي القوانين الجديدة يلي ممكن تصدر؟ شو هي هاي التغيرات الجديدة يلي ممكن يتفقوا عليها؟ بالنسبة لزعيم المعارضة فالمطلب الرئيسي لأله كان بإيقاف استقبال السوريين والأفغان يعني من هالدولتين ما يستابلوا لاجئين بألمانيا ولكن هدا المطلب تم رفضه بشكل فوري من الحكومة الألمانية فبالتالي هدا شي ما رح يتحقق ولكن زعيم المعارضة في عنده مطالب تانية فعرض على المستشار سلاسة مطالب رئيسية مطلب رقم واحد اتخاذ تدابير للحد من الهجرة غير الشرعية لألمانيا فبالتالي ما رح يسمحوا للمهاجرين بالدخول بأعداد كبيرة مطلب رقم اثنين تفعيل اتفاقية دابلين يعني ترحيل اللاجئين الموجودين بألمانيا يلي قادمين من دول أوروبية تانية لهي الدول والمطلب الثالث احتجاز الأشخاص المراد ترحيلهم احتجاز الأشخاص الملزمين بمغادرة البلاد حتى يتم ترحيلهم يعني بيظلوا محبوسين لحتى تدر ألمانيا ترحلون ولكن العديد من هاي المطالب تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي لهيك عرض فغيدغيش مياتس على المستشار المطلب الأهم وهو فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد على مستوى ألمانيا لأن هذا الشي رح يسمح لهم بتعليق العديد من المعاهدات الأوروبية فبالتالي بيصيروا بيشتغلوا على كيفهم بألمانيا يعني هذا الشي رح يعطيهم صلاحيات أكبر من الصلاحيات الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ عمليات الترحيل ومراقبة الحدود طيب شو كانت ردة فعل المستشار؟ شولتس طلب مهلة قصيرة للتفكير فوعدوا لمياتس بأنه يفكر بالموضوع ويردله جواب بأسرع وقت ممكن فبالتالي ما طلعوا بنتائج ملموسة يعني المستشار بيفكر ولكن هذا هو الحوار يلي دار بيناتهم بعد ما طلع فغيدغيش مياتس من الاجتماع فوصف المحادثة مع المستشار بالجيدة فبالتالي متل ما بيقولوا الكرة صارت في ملعب المستشار فرح نشوف شو القوانين يلي رح يسننا وشو التغييرات يلي ممكن يعملها في المرحلة القادمة كان معكم الهامبوزان تبوا بخير وصحة وسلامة تحياتي لكم جميعا وشكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء